بحث عضو مجلس القيادة الرئاسية الوعيدة الروس الزبيدي مع وزير التربية وتعليم طارق العكبري الجهود التي تبذل لحل الإشكاليات التي تواجه سير العملية التعليمية في العصيبة عدن والمحافظات المحررة وأكد الزبيدي على همية بدل المزيد من الجهود لتجاوز جميع العقبات التي تواجه العملية التعليمية من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يحفظ حقوق المعلم ويلبي مطالبه المشروعة ولا يحرب تلميذ من حقه في الدراسة مشددا على همية رفع جودة وكفاءة التعليم